بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي الطلاب إذا وقف العبد على ما له وما عليه وما أعد في سبيل ما يقوم به من أعمال من درجات علاء ومن خيرات عميمة أقبل العبد على الأشياء بفعلها بنهم ونشاط وجد وهكذا الحق تبارك وتعالى عالم نفوس البشر فأرسى قواعد التوحيد فيهم وذلك بما أظهر من فضائل التوحيد لماذا يكون التوحيد؟ علمنا أن العبد مطالب بأن يكون موحدا وعلمنا أن للتوحيد أهمية فلابد أن نقف بك عزيزي الطالب على فضائل التوحيد أي ثمرات التوحيد فما هي ثمراته؟ إن كنت موحدا فإن الله تبارك وتعالى سيمنع عنك عذابه يوم يبعث عبادة وسينجيك الله عز وجل من العذاب فالتوحيد مانع من عذابه والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على ذلك فيقول حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وبمفهوم المخالفة إن من أشرك مع الله فإن العذاب في انتظاره في الآجلة وفي العاجلة أيضا أيضا من فضائل التوحيد أن التوحيد مكفر للذنوب وماحق للمعاصي قال شبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين قل للذين كفروا إن ينتهوا أي إن يعودوا من ذنوبهم إن يتوبوا إلى ربهم إن عادوا إلى رشدهم فإن الله سيغفر لهم ما سلف من ذنوبهم وهذا ما فعله سيدنا عمر بن العاص عندما أراد أن يدخل الإسلام فأتى إلى رسول الله ماذا يفعل الله به فقال النبي إن أسلمت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فأسلم عمر بن العاص إن الإسلام أما ما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما كان قبلك هكذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم أيضا من فضائل التوحيد أن الموحدين لله الواحد الأحد لهم الأمن وهم مهتدون ما أحوجنا إلى الوقوف على هذه الآية وما أعظم ما جاء في ديننا ونحن نبين للناس جميعا أن الأمن والأمانة إنما مصدره التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالأمن والهداية إنما مرجعها ومصدرها الإيمان هكذا فلتعلم عزيز الطالب ولتعلم من تحدثه في دين الله عز وجل أيضا أحباب الكرام إن التوحيد أكبر دعامة للرغبة في الطاعة بمعنى أن العبد إن كان مقبلا على الذنوب والمعاصي فإنه عندما يعلم أن الله الذي فرض عليه التوحيد سيغفر له ذنبه فإنه حتما وسريعا سيؤوب إلى رجده ويعود إلى ربه كذلك تحقيق التوحيد موجب لدخول الجنة نعم فكيف يدخل الله عز وجل جنة لمن كفر به ولمن أشرك معه في العبادة إن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته سيغفر للتائبين وسيقبل العائدين أما هذه النقطة الأخيرة في هذا الدرس فاعلم عزيزي الطالب أن توحيد الله هو أول واجب على المكلف المكلف الذي أعطي عقلا راشدا وقدرة على الأداء هذا هو المكلف أعطي عقلا وبلغ مبلغ الرجال عليه أن يعلم أول شيء يعلم هو معرفة الله تبارك وتعالى قد قرر الله تبارك وتعالى في نصوص كتابه وأكد ذلك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبين أن العبادة جميعا مفطرون على الربوبية نعم الله فطرنا على الإيمان به فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولذلك ربنا تبارك وتعالى أكد على أنه قد خلق العبادة على الاعتراف بربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر وأنهم جبلوا أي جبلة فطرهم الله وخلقهم الله على ذلك ثم جاء الشرع فأكمل تلك المعرفة وركز في فطرهم هذا الأمر منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وأكدوا على أن الإيمان فطري في النفوس ربك تبارك وتعالى يقرر أن أول الواجبات عليه على العبد هو أن يوحد الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبكم ومتواكم وهكذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وهكذا الله بيّن أن فعل المبطلين هو الشرك والإشراك ولذلك الشرك والإشراك قد أتى بعد عصر أو أكد الحق تبارك وتعالى أنه لم يكن إلا في زمن نوح عليه السلام فالفطرة البشرية مكتمل فيها الإيمان بالله أكد ذلك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فقال له يا معاذ أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وانظر عزيز الطالب لترى أن الأمر هنا جاء ببناء الأهم فالمهم فالأقل أهم هنا نجد أن الترتيب في ترسيخ العقيدة بدأ بالمعرفة أولا فإنهم اعترفوا بوجود الله واجب عليهم أن يؤمنوا بالصلاوات الخمس والزكاة والحج إلى غير ذلك وهكذا كان التوحيد دعامة من دعامات بناء الأمة ولذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته وبنى النبي أمته على التوحيد لله الواحد القهار ترجمة نانسي قنقر